موسيقى لقي 68 شخصا مصرعهم داخل المقر الرئيسي للشرطة في والينسيا بفنزويلا جراء اندلاع حريق بحسب ما اعلن النائب العام منظمة نافذة على الحرية غير الحكومية قالت ان الضحايا سقطوا خلال محاولة فرار مشيرة الى ان السجناء اضرموا النار واستولوا على سلاح احد الحراص وقال النائب العام ان التحقيقات الاولية تشير الى مقتل 66 رجلا بالاضافة الى امرأتين كانت تا تقومان بزيارة اما المنظمة غير الحكومية فقالت ان 78 شخصا قتلوا معظمهم من السجناء خلال تمرد اندلع صباح الاربعاء في زنزانات بركز الشرطة الرئيس في فالنسيا عاصمة ولاية كارابابو جئت الى هنا لانني لم اسمع اي شيء عن اخي منذ السابع صباحا يقولون ان الكثير من الناس ماتوا كثيرون احرقوا واصيب اخرون اين اقارب هؤلاء الناس لا احد يعلم ربما هم هنا ربما في المستشفى او اي مكان اخر نحن لا نعرف اي شيء اشتركوا في القناة